ينتهي هذا العام والأسئلة كثيرة حول أوضاع الأردنيين الاقتصادية وكيف كان عام 2021 على المواطنين الأقل حظاً وما هي البرامج التي كانت داعمة للمواطنين وما هي الخطط للأشهر القادمة هذا هو حديثنا مع ناجح صوالحة الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية صباح الخير وأهلاً وسهلاً بك يا معحب الله بشكل عافية نبدأ بالخطط القادمة للسنوات القادمة أول شيء صباح الخير والله أحبك العافية وإحنا الآن في جردة حساب كمان بالصندوق والله أحبك العافية الله يعافيك أشكرك على استضافة يعني بدك تبلش بجردة الحساب أو بدك تبلش بالخطط للعام القادم تمام إحنا معاك الله يرضى عليك أول شيء الله أحبك العافية كما تعلم ويعلم الكثير أن صندوق المعونة الوطنية للأمانة أدى دور وطني مميز خلال فترة الماضية فترة جائحة كورونا وتدعيات تعلن وصول الأردنية نعرف أن الحكومة قررت وصممت عدة برامج الحماية الاجتماعية في تلك الفترة نعم ونرجع للبدايات برامج الدعم التكافل تكميلي واحد وبرنامج الدعم التكميلي تكافل اثنين والآن إحنا نتحدث عن ثلاث اليوم من خلالك بعان أنه اليوم رح يخرج آخر دفع من برنامج الدعم التكميلي تكافل ثلاث سبعين ألف أصلا رح يتن رسال رسال نصية لهم صباح اليوم باستلام مخصصاتهم المالية نعم من بداية العام ست العزيزة استفاد من برنامج الدعم التكميلي تكافل ثلاث ما يقارب ستمية وستين ألف أصلا أوردنية نعم تعانت هذه أرباب الأصر هذه من تعرفي الفترة الماضية لفترة الغلاقات وكثير من أرباب الأصر اللي بيعملوا بشكل غير منتظم خاصة تركوا عملهم مما أثر على دخولاتهم المالية وبالنهاية على نفقاتهم على أصرهم ولذلك كانت هذه البرامج للأمانة مساندة لهذا الأصر واستطاعت أن تقف إلى جانبها لأجل أن نتجاوز إن شاء الله قريباً نتجاوز هذه المعضلة التي تمرت على البلد والتي هي جايحة كورونا أيضاً برنامج الدعم التكميلي واحد اللي تم اطلاقه في عام 2019 للأمانة في بدايته يستفيد منه الآن ما يقارب 85 ألف أسراء من برنامج الدعم التكميلي واحد نعم في برنامج آخر أستاذة الكريمة اللي هو بيعرفه الغالبية من الوصلة الهلدنية اللي بيتعاني من ضروف معاشية صعبة اللي هو برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة وهذا بيستفيد منه ما يقارب 107 ألاف أسراء لكن المميز بهذا البرنامج أنه هذا الشهر تم إضافة معونة الشتاء وبيعرفوها الوصلة الفقيرة والمحتاجة تم إضافة معونة الشتاء إلى معوناتهم المتكررة يعني إحنا نتحدث عن معونة متكررة تم إضافة ما يقارب أيضاً معونة الشتاء مبلغ البرنامج هذا اللي تم توزيعه بالأمز ما يقارب 19 مليون فقط برنامج المعونات المالية الشهرية بالإضافة إلى معونة الشتاء قبل أيام إحنا نتحدث عن نعطيك بالمجمل ما تدخل من نقطة كثيرة تم من خلال الأسبوع الماضي إلى اليوم ما يقارب 140 ألف أسراء تم توجيه مخصصات مالية لهم من الأسبوع الماضي إلى الأسبوع هذا بمبلغ قريب من 43 مليون دينار تم توجيه مخصصاته خلال فترة أقل من 10 أيام على الأسر اللي تستفيد من برامج المعونات المالية الشهرية وبرامج الدعم والحماية وخاصة برامج اللي صممتها الحكومة لتعامل مع جائحة كورونا نعم سيد ناجح يعني نحن نعرف بأنه بسبب جائحة كورونا تسعت للأسف طبعاً رقعة الأشخاص أو الأسر اللي بيكون هي بحاجة إلى دعم هل هذا أثر على الأشخاص والأسر اللي بالأساس بتاخد دعم؟ لا أكيد هو الجائحة أثرت على الجميع وليس بس على الأسر الفقيرة أنا أقصد بالمبالغ أو هل هناك أسر مثلاً تم استثنائها على حساب أسر أخرى؟ لا 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 إحنا خليني ببنكون إحنا الحكومة للأمان من خلال الصندوق أدركت الأمر اللي بتتحدث فيه ولذلك صممنا عدة برامج بشكل طاري البرامج الحماية الاجتماعية هي برامج خاصة في جائحة كورونا واستطاعت هذه البرامج أن تمتصت لأمانة بعض الشوى ويحدث هذه الجائحة على الأسر الأردنية نحن نتحدث الآن ما يقاب بـ 340 ألف أسرة توزيع مخاصاتها من عشر أيام تستفيد من برامج الحماية 340 ألف أسرة أيضاً رقم ليس بالبسيط في ظل بروب ما ندركها الجميع لذلك هاي البرامج كلها صممت خاصة برامج الدعم تكافل واحد وبرامج الدعم التكميل التكافل هاي برامج إضافية للبرامج اللي يعمل عليها الصندوق بالمعتاد يعني برامج تتناشب الجائحة وظروف الجائحة وتداعيات الجائحة اللي بتمر بها البرد لا أكيد لا نعم سيد ناجح بدنا نعرف قطط العامة المقبل وإيضاً حول تكافل ثلاثة هلأ هلأ كما علننا وعلن الصندوق منذ البداية للعام 2021 نو برنامج دعم التكميل التكافل الثلاثين تلفي واحد وثلاثين واثمعاش 2021 يعني انتهى البرنامج يمكن اليوم اليوم ترح تصدر تطلع آخر قائمة لأي 70 ألف رح تصدر الآن لهم رسال نصية هيك نكون احنا انتهينا من جميع برامج التكميل الخاصة في عام 2021 ولكن الصندوق كمان يدرك انه للغاية الآن في بعض الأسر كثيرة انه للغاية الآن تعاني من الجايحة احنا في مرحلة ان شاء الله ينكون احنا مرحلة التعافل ان شاء الله لكن فيه أسر للآن للأمانة تعاني من ظروف معيشية وخوفاً أن نتركها لظروفها الصعبة تم فتح باب التسجيل للمرحلة القادمة من اعتباراً الواحد اثناش إلى غاية واحد ثلاثين اثناش فتح باب التسجيل للأسر بحاجة إلى المساندة والدعم فدارت طلبنا من جميع هذه الأسر أن تدخل على الضابط التي تم تجيعه بخلال رسائل نصية لهذه الأسر وخاصة الأسر التي نعرفها احنا الآن تستفيد من برامج الصندوق تم إرسال رسائل نصية لها من أجل كانت بحاجة إلى الدعم واستمرارية الدعم أن تقوم في تسجيل وتحديد بياناتها من أجل اعتماد هذه البيانات نعم ناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية نجاح صوالح شكرا جزيلا لك